انا ثقة في ولادنا وكلنا عارفين ان المهمة صعبة اسوأ كان امام بوتافوجو او باتشوكا المكسيكي لكن كلنا عندنا امل باذن الله انه لعبت النادي الاهلي وانه مستر كولر ان شاء الله قادر ان هو ينجحنا وقادر ان هو يخدنا الى السعادة والى الفرحة بقيادة الولاد الجمال اللي قدامك دول عندنا صوت ولا ما عندناش اشتركوا في القناة اعتقد انه فيه لعيبة كتيرة جدا هتفضل تحلم طول عمرها بصورة زي دي اللي النادي الاهلي بتصورها كل سنة مش مرة في السنة اكتر من مرة في السنة هيحلموا بهذه الصور ونتمنى في يوم الايام انه يتحقق حلمهم لانه في النهاية بيبقى باسم مصر لكن دائما وابدا هو النادي الاهلي اللي بيحقق لك الحلم كل الرمضان والفرحة والابتسامة والسعادة شناوي الكابتن الكبير للنادي الاهلي والايد الزهبياء مصطفى شبير اللي بنفتقد في هذه البطولة يرجع لنا بالسلامة على طول بعدها بإذن الله حمزة علاء اللي الكل متطم اللي وجوده في النادي الاهلي مصطفى مخلوف الواعد اللي الناس كلها بتتأمل فيه خيرا بإذن الله مراوان عطية اللي بيعيش أزهى أيام حياته منذ انتقاله إلى النادي الاهلي امام عشور والبطولة تلوى البطولة والنجاح تلوى النجاح أكرم توفيق راجل صاحب القلب القوي للأسد الدروس كهرباء اللي بيعيد اكتشاف نفسه من جديد مع النادي الاهلي وسامة ابو علي هداف الدوري وهداف الاهلي والنجم المتقلق في سماء الكرة المصرية كوكة واحد من مفاجآت النادي الاهلي واللي أصبح لاعب في منتخبنا الوطني عمر كمال والروح والإخلاص والعزيمة والمهارة طاهر طاهر اللي استعاد كامل فرمته ومستواه حسين الشحات اللي بتقلق دائما وأبدا محليا وعالميا ياسر ابراهيم الرجولة تتمثل في شخص اسمه ياسر ابراهيم رمي ربيعة أفضل لاعب الموسم الحالي بلا منازع والموسم الماضي رضا سليم اللي بدأ يعيش أيامه الجميلة مع النادي الاهلي يحيى عطية الله اللي تربع على قلوب جماهير النادي الاهلي سريعا أفشى والقضية دائما وأبدا ممكن مع النجم محمد مجدي أفشى بيرستاو النجم الجنوب أفريقي اللي لمع في سماء القاهرة عمر السلية ذو الخلق والمهارة والأداء الرائع خالد عبد الفتاح اللي بيأدي كل مباراة بقدر الإمكان بنجاحات كريم ندفد اللاعب المثابر الدقوب المحترم وأشرف داري اللي الجميلة تنتظر منه الكثير والكثير بإذن الله عمر الساعي ودوره قادم بإذن الله في نجاحات كبيرة مع النادي الاهلي يوسف أيمان لسه كرة لم تبتسم له داخل النادي الاهلي وسامير محمد المهاجم الواعد الصاعد اللي الكل بيتوقع له كل النجاح كريم الدبيس اللي بدأ يشارك من أول وجديد مع فريق النادي الاهلي وكل ولدنا المتقلقين داخل النادي الاهلي بنتمنى لهم جميعا يا رب التوفيق